هذا وحذر نواب من مغبة انفجار مخازن السلاح الأمريكية القريبة من المناطق السكنية مشيرين إلى أن الأمريكان يمتلكون مخزون سلاح خطر جدا وقالت مصادر نيابية أن مواقع للقواعد الأمريكية تشكل تهديدا على الأهالي وأن قواعد محيط المطار تشكل خطورة على المناطق السكنية المجاورة مضيفة أن السفارة الأمريكية نفذت مناورات عسكرية خرقت من خلالها السيادة العراقية وشكلت خطرا على حياة المدنيين والمناطق السكنية